نبدأ بآخر ما وصل إلينا هو ما علنته الرئاسة المصرية في اتصال هاتفي بين الرئيس المصري والرئيس الأمريكي ببحث الوضع الإنساني والاتفاق على إدخال المساعدات بشكل دائم يعني هناك أهمية بأن يكون هناك توفق من جانب المصري مع الجانب الأمريكي فيما يرتبط بإدخال المساعدات الإنسانية نبتكلم في اليوم العاشر أو الحداشر وكان هناك دعوة طوال الوقت من جانب القاهرة بدرود إدخال المساعدات لكن الإشكال الحقيقي هي وسائل الضغط على إسرائيل لحدوث ذلك لأن أحد القروط الضغطة اللي بتمارسها إسرائيل على الطرف الفلسطيني أو حتى على بعض القوى الإقليمية الساعية للتهدئة اللي هي مصر تحديداً هي عدم إدخال المساعدات لأن الإستراتيجية الإسرائيلية أي محاولة مش معاقبة حماس معاقبة السكان اللي هم في الحيز الجغرافي تحت حكم الحماس الحاضنة المجتمعية اللي هم شايفين أن هي كانت داعمة لحماس منذ الاستلاء على السلطة في عام كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي أثناء عودته على الطائرة لمن معه وقال أنه كان حداً مع الجانب الإسرائيلي في موضوع المساعدات أو دخول المساعدات مش واثق منها قوي يعني خاصة أن إدارة بايدن إدارة رخوة في التعامل مع منهج الاستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية أو حتى في تفاعلاتها مع المنطقة أو أي منطقة أخرى يعني معتقل أغلب الدراسات العلمية اللي تعاملت على النصق العقيدة الرؤساء الأمريكان من أسوأ الرؤساء الأمريكان اللي تداولوا السلطة في الولايات المتحدة ولا أتحدث هنا عن موقف سياسي فيما يتعلق موقف بايدن تجاه المنطقة أو موقف تجاه الأضاية لكن في معظم الأضاية عودة لسؤال حضرتك فيما يرتبط بي أنه كان حاد في إدخاله ما أعتقدش ذلك أولاً إسرائيل تستغل الدعم اللامتناهي أو دعم المطلق من جانب الولايات المتحدة تشيل حملات طائرات مرتين كما لو أن إسرائيل بتحارب جيش نظامي قوي وليس فصيل أو فصائل مسلحة فلسطينية النقطة الثانية أن الزيارات يعني زيارة لرئيس الولايات المتحدة لإسرائيل زيارة وزير خارجية أنتوني بلينكين في ضمن جولة إقليمية بالمناسبة لم تكن تشمل مصر وبعض الدول العربية الأخرى زي قطر وزي سعودية والإمانات كتشمل الأردن وتشمل إسرائيل لكن مع قدرة مصرية على امتصاص الضغوط اللي هي بتمارس بشكل أو بآخر تم توسيع هذه الجول الأكتر أهمية السيد أحمد من كده أن طوال الوقت التصريحات الأمريكية والتصريحات الإسرائيلية بتشير إلى أن الولايات المتحدة لا تتحدث عن مساعدات إغاسية أو إنسانية إلا في مناظر أو فيما يرتبط كما جاء في شريط الأخبار في اتصالات مع الرئيس السيسي لإدخال المساعدات لأنهم عندهم مشكلة بفكرة خروج الأجانب عبر معبر رفع نعم طيب زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب كان يفترض أن تكون الأردن عمان القمة التي تم إلغاؤها هل سبق أن كان هناك رئيس أمريكي يأتي إلى عاصمة عربية ويرفض الزعماء أن يستقبلوه؟ أعتقد سابق يعني في حدود ما أعرف ما حصلتش بس السلوك الإسرائيلي كان لابد أن يكون هناك يتبعه سلوك عربي وبالمناسبة الضغط كان بدرجة رئيسية كان جاي من القاهرة مش من عمان لأن اختيار إسرائيل لاعتبارات التوقيت فيما يرتبط باستهداف مستشفى المعدناني ده بيوضح إلى أن إسرائيل تريد من وجهة نظري توجيه رسالة مزدوجة أولا إفشال اجتماع عمان اللي هو هيدم الأردن رئيس السلطة الفلسطينية ومصر مع الرئيس الأمريكي وكذلك الحال العمل على إفشال القمة التي دعت إلها القاهرة التي سوف تستضيفها يوم الصبت الماضي وده بما يجعل مدال للشك إلى أن هدف إسرائيل هو التصايد مش تعداد طيب إذا توقفنا قامة